بسم الله الرحمن الرحيم معكم هندس محمد سويد بالدرس الثالث من ورشة التصميم الخارجي طبعا احنا شفنا بالدرس الاول اشتغلنا على المودلينج بشكل كامل على المبنى والبيع المحيطة كمودلينج الدرس الثاني شفنا موضوع الماتيريال والبلوكات ووزعنا البلوكات وجهزنا الملف كامل من ناحية الماتيريال تمام الدرس اليوم راح نشتغل على موضوع الاضاءة عددات الرندر ورح نشوف كمان استخدام الريق البرو بحيث نحن نشتغل على موضوع الارضيات الارضيات العشب توزيع الشجر توزيع الصخور هاي الامور كلياتها ان شاء الله طبعا اول شي راح ابدأ في انا راح نبدأ نحنا نعمل تبع الاعدادات الرندر حتى انا اعمل تست للاضاءة تمام فراح ابدأ اول شي انا نزبط اعدادات الرندر بروح على على تمام اول شي راح نعملوه هو اياس الاطار نحنا حكينا نحنا بموضوع اياس الاطار يعني نحنا اخدنا بشكل طولة تمام اخدنا نسبة الاطار طبعا احنا هي صفر فاصلة تمامة اه طبعا افلت انا هون يعني الرقم بحيث انا اذا كبرت اي رقم بيناتهم لو عملت هذا مسلا الفين بلاقي الرقم فوق لحاله بيعطيني مباشرة اه النسبي الصحيحة تمام فانا هلا حاليا راح خلي بما اني راح اعمل تست فانا راح خلي هلا حاليا تمام مئيمة مكان تمام يعني برقم صغير بحيث انا بس اعمل تست للصورة اللي عندي اياها اه طبعا ايشي تانية هلا هون بهالقائمة ما بيحتاجوا راح انتيل ع القائمة اللي بعدها قائمة في راي اه قائمة في راي طبعا اول ثلاث قائم من الفيراي ما راح ادل فيها انا بالنسبة للاول قائنتين هني اني تعريف عن الفيراي القائمة اللي بعدها اللي هي الفرين بفره اللي هي الفرين بفر هي اللي اه الاطار طبعا الرندر نفسه يعني اذا فتحت هيك اخدت هون show last vfb طبعا ما في احنا لسا ما عملنا render فما رح يطلع عندي شيء طبعا اكيد لازم يكون مفاعل حتى انا يقدر عدل على بحسب frame buffer تبع v-ray تمام فهذا لازم دائما يكون مفاعل من السكرة منتعر على قائمة global switches اول شي رح عمله انه هنا رح حول الاعدادات كلها لexpert فبعطيه من هون نقرة يمين بعطيه switch auto expert تمام اه طبعا في عندنا شغلات نحنا اساسية ما منعدي لليه يعني مثلا مثل انا هون displacement في عندي هون check اه صحيح عليه يعني اه مفاعل فهو اه مثل انا لو حبيت مسلا اطفى displacement من اي material فيه displacement بروح انا بطفية من هون تمام مثلا lighting shadows هدو الامو كلهم فهدو الشات نحنا بديهيات ما منعدي لليون يعني شغلات اساسية انا بديهم بالرندر عندي فانا اه ممكن مثلا عند ال adaptive lights ممكن انا زيد هذا الرقم لو حبيت انا زيد من دقة الصورة فانا رح خليها لحاليا 32 تمام يعني رح نعدل بشغلات بسيطة نحنا عندي بعطلات الرندر رح نتابع عندي مثلا بقائمة image sampler يلي هو محرك الرندر الاساسي انا رح خليه في عنا نوعين نحنا من نوع progressive او بوكت اه طبعا البوكت انا بالنسبة ليه لا افضل اه طبعا هو افضل بشكل عام يعني الاجهزة تكون يعني مواصفات عادية او ضعيفة لانه البروكريسيف محتاج يعني جهاز مواصفات اعلى بالبوكت اللي هو عبارة عن مربعات طلاب الرندر تمام فانا هلا رح اختار محرك رندر بوكت طبعا انا وقت بختار البوكت هون تلقائيا بيعطيني بوكت image sampler اعدادات للبوكت نفس المحرك رندر اللي اخترته انا في عندي نحنا minimum subdivision و maximum subdivision طبعا انا رح خليه هلا حاليا من واحد يلي هو المنموم لماكسيموم رح اعمله اربعة تمام يعني رح احط انا عدادات متوسطة للضيفة يلي قليلة شوي بحيث ما يطول عندي وقت الرندر كتير طبعا اي شي انا مثلا رح زيده لو زدته على maximum subdivision لو زدت هذا الرقم اكتر من اربعة اكيد رح يأسر لي على وقت الرندر بس بنفس الوقت هو بيحسن لي من جودة الصورة تمام فنحنا هلا حاليا رح خليه من واحد لأربعة noise threshold اللي هي يعني البكسل تبع الصورة نفسه قديش حجمه فانا ممكن اعمله صفره هو بكون صفر فاصل صفر واحد انا ممكن اعمله للنص يعني صفر فاصل صفرين خمسة تمام يعني تقريبا هيك تطلع جيدة طبعا global dmc هلا حاليا ما رح عدل عليه شي نكمل نحنا على الكلر مابينج الكلر مابينج يتعلق بالالوان نفسه اللي بالصورة بصورة الرندر اللي هي type مثلا انا بخلي رين هارد هلا حاليا ما رح عدله تمام نقمه 2.2 اللي حكينا عليه نحنا بالورشات السابقة اللي هو عبارة عن قديش درجة العضاءة بالصورة تمام فانا ممكن نخفضه هذا الرقم لعمله صفر فاصل واحد حتى يخفف لي من درجة يعني الحرق بالاضاءة نفسه تمام ممكن فعل هذا الخيار حتى انا كمان بحسن اللي من يعني بخفف لي شوي من النويز بنتقل على global elimination طبعا انا هون بختار نوعين الانجين الرندر تبعي هني نحنا مراحل دائماً الرندر فيه لهم اكتر من مرحلة فانا هون بختار اول مرحلتين بالرندر يلي هني عبارة عن المعظم المشتغلون انا بشكل عام يعني هني وليت كاش تمام فيه عندنا هون خيار اللي هو بيعطيني نحنا حكينا عليه بالتصليم الداخلي يمكن اكتر ركزنا عليه اللي هو بيعطيني موضوع مثلا لو كان في عندي التقاء جدارين مع بعض بنفس الماتيريال احيانا هذا الفاصل ما بيكون واضح كتير فانا لو فعلت هذا الخيار ممكن يوضح لي اكتر هذا الفاصل بحاول خفف شوي منه بخلي كتير ارقام كبير يعني بحاول يكون الارقام خفيفة بنتقل هلأ الارديانس ماب فيه اعدادات خاصة فيه فبفتح قائمة الارديانس ماب رح خليه طبعا اول شي رح خليه ميديوم ما رح ادل على شغلات اساسية فيه رح خليه مثل ما هوي الخيارات الموجودة بالميديوم نفسه بنزل تحت على المود تبعه بعمله بوكت مود حتى ما يعطيني مراحل منفصلة يعطيني المرحلة الارديانس ماب بنفس الوقت تمام بروح على رح اعمله مثلا الفين تمام رح اطفيه طبعا فيه شغلة نحن نصيناها هون باول قائمة اللي هي الامج فلتر الامج فلتر انا ما بستخدمه احيانا بيعمل بلر باللقطة فما رح حطه تمام بنتيل على سيتينج في عندي موضوع اني احط يعني خفف شوي من استخدام الرامات بالرندر فبحط انا نص حجم الرامات يعني مثلا لو كان عندي الرامات 16 جيجا بعملون 8000 تمام لو كان عندي 8 جيجا بعملون 4000 اوك تقريبا هيك انا صاح عندي ادلات الرندر جاهزة في عندنا نحنا رندر elements كمان شفناهم بالورشات السابقة يعني انا بيختارهم بحيث انه يضف لي elements على الرندر الأساسي بحيث ان انا استخدمهم بالفوتوشوب قدر عدل على شغلات معينة فيها يعني مثلا ممكن اضيف انا بحيث انا عطيني element خاصة بالاضاءة لو حبيت انا زيدها بالفوتوشوب يعطيني خيارات اكتر فانا ممكن اعمل من هون ونضيف الشغلات نحن نستخدم اكتر الشي طبعا عندي denoiser مهم جدا يعني لو حبيت انا مثلا احيانا احنا باللقطة عندي بيطلع نويز بسيط باللقطة فهذا النويز ممكن انا روحه عن طريق v-ray denoiser بضيف كمان v-ray lighting للاضاءة انعكاسات v-ray reflection reflection الاشفافية v-ray render id اللي هو بيختار لي ممكن انا استخدمهم بالفوتوشوب عن طريق انه يسهلي موضوع التحديد اكتر فبيفيدني كمان ممكن بضيف v-ray specular اللي هو بيعطينا لماعات انعكاسات المواد. تمام. اه تقريبا هيك هدول اكتر اشارات اللي انا ممكن استخدمون. بعطيه اوكي. تمام. هلأ بروح انا بعدل بضيف طبعا احنا الدي نويزر وقت اللي بضيفه هون بضيف ليه بس على الرندر. بس ما رح يضيف ليه على الكلون فانا ممكن هلأ اروح حدد الكل واحدة لحالة. بفعلها من هون عندي خيار اسمه بروح بفعله بحيس يطبيل الدي نويزر عليها كمان. بروح بحدد هلأ الرفلكشن. تمام. ريفلكشن كمان نفس الشي بعطيه دي نويز. اه طبعا الاي دي ما فيا دي نويز يعني اذا نزلت لها حت ما في عندي. ما ما بتأسر اصلا لانه الاي دي يعني يعني بعطيني هيك كشكل الوان فما بدو دي نويزر. تمام. فعلنا هلأ الدي نويزر على كل الاليمينتس الموجودي عندي بالرندر. فهلا انا هيك اعدادات تقريبا يعني صارت عندي اياها جاهزة. اه يعني بشكل بسيط انا ممكن اعدلها ليا بعدين. لو انا بعد ما عملت ترندر ممكن مسلا شغلات معينة اعملها علي تعديل. بتحسن لي مسلا من جودة الصورة. متل ما حكينا موضوع الماكسيموم ممكن ان هذا الرقم ساوي مسلا اه ستي او ثماني. ممكن يعني يعني يحسن لي من دقة الصورة. تمام. اه فهذا الشي انا منحنا من روح من عمل تجربة ترندر ومنشوف لو انا فيدي عندي شغلات بدي تعديل او لا. تمام? فيك تقريبا انا كاعدادات رندر هلا حاليا صارت عندي جاهزة. اه ننشتغل هلا على موضوع اه رح اشتغل على موضوع الاو الاضاءة. تمام. هلا بالنسبة الي انا هون عندي الاضاءة الاضاءة النهارية. اضاءة النهارية هون هلا مكوني عندي من عنصرين اساسيين. تمام? العنصر الاساسي الاول اللي هو اه اللي رح يكون لي منبع اه اه الشمس. تمام? اضاءة الشمس. اه العنصر الثاني اللي هو اللي رح يكون لي البيئة البيئة العامة او الجو العام اللي هو الخلفية للسماء وجو العام تبع المشهد. تمام? فهلا انا اول شي رح اضيف اللي رح اضيف اللي راي سان وهو عندي بالثري دي ماكس استلقائيا بضيف عندي في راي سكاي. وقلت لانا بضيف سان حلو بضفلي سكاي. فهلا انا اه اه بروح انا اول شي على اه قائمة كريت باخد هون عندي على اللايتينج. بروح على الفيراي. في راي سان. تمام? اه طبعا انا هون عندي اتجاه يعني كمان موضوع اتجاه الفيراي سان كتير مهم عندي باللطة. فانا هون بلاحظ عندي اتجاه الفيراي سان بعكس اه الكاميرا. يعني مقابلة للكاميرا. فانا الكاميرا عندي اياها من هون. فانا لازم اخد في راي سان من هاي الجهة. تمام? فباخده هيك تقريبا بشكل زاوي. ما مباشرة زاوي مسلا خمسة وعربين. لا باخده هيك شوي مايلي قريبه على المشروع اكتر. تمام? اه بروح باخده من هاي الجهة وبوجهه على المشروع عندي. هلا هون عم يقول لي انو انا اضف لك في راي سكاي مباشرة فبقول له ياس. تمام? هلا بنروح على تبعه حتى يقدر تعدل عليا. طبعا انا بنروح على موديفاي ممكن انا اعطيه ارتفاع اه السن قديش رح تكون. تمام? فبروح انا هيك على عن طريق الواجهة يعني. فبروح برفعه لفوق شوي. بهالشكل. طبعا هدا كله على التجربة. وبيفرق كتير موضوع يعني قديش رح يكون ارتفاع الفيري سن. كتير بيأسر على اللعطة. تمام? فهلا انا بعد ما اضفتها. اه حاليا الاعدادات ما رح تدل اليون رح خليهم متل ما هني. وراح روح على الانفيرومنت. بفتح اه من قائمة رندرينج انفيرومنت. تمام? اه طبعا هون بلاقي لحالة تلقائية متل ما حكينا نحنا بضف لي في راي سكاي. لو هو ما ضافة. لو ما انا مضافي هون. وراح بضغط على من هون. اه بسكر الجنرال. بفتح في راي. بنزل تحت. وبعطيه من هون في راي سكاي. تمام? بروح ضف لي اياها. هلا بفتح. هلا حتى اعدل على ال في راي سكاي بفتح قائمة الماتريال بكباس ام. تمام? وبسحبها هاي لهون. على اي وحدة. وبتفرق. وبعطيه هاي اهم الشغل. لانه اه حتى يعدل هون مباشرة بيعدل لي على الانفيرومنت. بقول له اوكي. تمام? هلا بروح بفعله. وبعطيه من هون يعني بعطيه اي ال في راي سن اللي انا مستخدمه بالمشهد. اوكي. هون ما رح عدل ليون. انا ممكن هون اعطيه ال اه. الجراديان تبع سكاي يكون نهايته مسلا اعاطيه على لون ابيض شوي. ما يكون كتير رمادة. اوكي. نسكر هاي هون. نسكر هون. تمام? هلا انا رح روح على الكاميرا. طبعا انا حتى يعطيني الاضاءة الصحيح لبدي اياها. انا بالمشهد لازم اضبط الكاميرا نفسها. فبروح انا بحدد الكاميرا. تمام? اه في عنا نحنا طبعا بما ان انا هون مجهز كل شي. انا مجهز الفوكل لينث كل شي. فهلا بدي اعدل على موضوع الاضاءة اللي رح تدخل على الكاميرا نفسها. فمن هون انا ممكن اعدل على هاي الثلاثة ارقام. يلي هني الفيلم سبيد. الاف نمبر والشتر سبيد. تمام? اه الفيلم سبيد طبعا هذا الرقم مية بيكون الستاندار تبعه. طبعا هذا الرقم كل ما زاد كل ما زادت الاضاءة بقلب الصورة. تمام? اه الف نمبر كل ما خفض كل ما زادت وهجة الصورة. طبعا يعني الف نمبر بيتعلق بالوهج تبع الاضاءة اللي بالصورة نفسه. تمام? فكل ما خففته انا كل ما زاد الوهج اكتر. تمام? اه يعني بالعكس بيشتغل. الشتر سبيد كمان بيشتغل بالعكس. كل ما نزلنا لهذا الرقم كل ما زادت الاضاءة عندي بالصورة. تمام? فهلا انا رح حط انا مثلا رح زيد شوي اه او قبل ما زيد انا رح روح عمل رندر. نشوف كيف عم تطلع عندي الاضاءة حتى اعرف كيف رح انا عدل على هدول ثلاثة ارقام. تمام? فراح رح هلاء اعمل رندر. تمام? عن طريق مسلا اني ااخد من هون من قائمة رندر او بك بس على الكيبورد. شيف تكيو. تمام? طبعا المشهد عندي يعني كاضاءة شوي معتين. تمام? اه كمان في عندي شغلي انا يعني اساسي انا بعتبره اني انا رح حاول دائما رح اعطي مسلا اه من هاي الخيارات بفتح قائمة كونترول. بروح بعطيه كيرف دائما. تمام? يعني بحاول دائما يكون في عندي كيرف هون. اوكي? على اساس هاد الكيرف انا بروح بعدل الكاميرا عندي. تمام? بعد ما عملت هاد الكيرف بروح هلا بعدل الكاميرا بشوف كيف عم تطلع عندي. يعني بحس هلا صارت لطغامة اكتر. فانا هلا بروح بعدل على الكاميرا نفسها. فبروح بعطيه مسلا هون بالفيلم سبيد. بروح انا بعطيه اه بزيد الرقم بيعطيه مئتين تقريبا. الاف نمبر بحاول انا نزده شوي يعني بساوي مسلا سبعة. تمام? شطر سبيد رح اعمله مسلا هلا رح اعمله مية. تمام? هلا بروح بجلب برندر. تمام? هلا هيك عندي انا الاضاءة افضل صارت. بس موضوع يعني اتجاه الصن يمكن بده زيادة اكتر. يعني انا الصن لازم تكون عندي مقربك اكتر. على الطرف اليمين اكتر من هيك يعني. اه فبروح هلا على التوب فيو. بروح بحدد السن. بقربه اكتر على الواي هيك هالطريقة. برجع هلا على الكاميرا. تمام? بعمل رندر. شوف كيف عم طلع عندي. تمام? بدا يمكن ارتفاع اكتر حتى تعطينا تأثير اكبر لهون. تمام? فبعطي ارتفاع اكبر شوي. باخت هيك شوي على الواي. تمام? يعني انتم عشا فيها لبنزل صن نزبط نحنا وضعيت بحيس انا تتوافق معي. على حسب يعني متطلبات المشروع. تمام? رح ارجع حدد الكاميرا رح حاول ساوي مسلا الشتر سبيد رح عمله خمسين. تمام? فهلا اصال عندي الفيلم سبيد ميتين. اف نمبر سبعة شتر سبيد خمسين. اه عندي مسلا موضوع الوايت بلنس مسلا خلينا اتشورل دائما. تمام? انا رح اروح اعمل رندر. تمام? رح حاول عدل شوي على الكيرف. ممكن انا انزل بهذا شوي لتحت. تمام? تقريبا هيك. اوكي ممكن انا روح افتح الاكسبوجر. خفف شوي من الهايلايتز. تمام? ممكن اعطيها شوي شي خفيف يعني. تمام? تمام. تقريبا يعني تقريبا هيك صارت عندي يعني يعني اعدادات شوي هيك زبطة اكتر. تمام? هلا رح يشتغل على موضوع اه موضوع الاخراجات الكاملة يعني. يعني دائما نحنا اي مشروع. يعني هلا بلاحز عندي هون اللقطة. اللقطة كتير ناقصة شغلات. تمام? فهلا بدي يشتغل على موضوع الاخراج جاعة اكتر. اللي هو رح يشتغل عليه البلاجين اللي هو الفورست برو. تمام? رح نشغل عن طريق البلاجين فورست برو. فهلا انا بيبدأ اول شي مسلا الارضية. يلي هي عبارة عن عشب. اه عن طريق البلاجين نفسه. بروح انا على التوب فيو. تمام? رح روح اللق عندي طبعا الفورست بينزل مباشرة عندي بالجيومتري. بفتح هاي القائن بلاقي عندي هون ايتو السوفتوير. فورست برو. تمام? بفتحه. تمام? هلا رح روح على اللايبراري باختار شو هي اللايبراري اللايبراري بدي اياها. بفتح طبعا العشب وهي الارضيات معظم موجودة بالبريسيتس. بفتح عندي ثالث. اه طبعا هدول يعني اعتبر دقة عالي وكل شي. اه طبعا باختار واحدة يكون فيها شوية فراغات وتكون مسلا اصير العشب فيها مسلا متل هاي متل هاي هاي النوع هادا النوع. تمام? بختاره نارتين. تمام? هلا بختار الارضيه عندي بنقر نقره على الارضيه عندي. بعطيه اوكي. اوكي. تمام? هلا صار عندي التوزيع موجود عندي على الارضيه كاملة. اه ممكن لو حبيت انا خفف يعني من حجمة شوي. بحس شوية الملف تقيل. لو حبيت انا خفف من حجمة. اه ممكن روح على تبعا بنزل لتحت انا بسكر هاي بنزل لتحت على على تمام? اه ممكن روح على بروكسي. اوكي. اه ممكن اختار مسلا اه يكون عبارة عن بوكس مسلا. تمام? بصير اخاف يعني بلاحظ انه رجع الملف شوي. خف عندي الملف. هلا بروح على الكاميرا. نشوف كيف طلعت عندي الارضيه هون. بك بس شفت كيو. نشوف كيف طلعت العرضيه. تمام? ما ملاحظين بلش تفرق عندي اللاطة. يعني كانت اول شيء قبل ما يكون في عندي عرضيه. اللاطة كانت كتير في عندي ناقص بالجزء التحتاني منه. يعني في ناقص واضح فيها. تمام? لسه كمان طبعا موضوع الظلال. يعني كل ما زودت انا موضوع الظلال حوالي المشروع. بلاقي في عندي كمان يعني زادت يعني حسنت لي من شكل اللاطة. تمام? فهلا بدي اشتغل على موضوع اه الشجر هذا المحيط والمشروع. بحيس يعطيني زلال اكتر باللاطة. يعطيني يعني تحسين اكتر لجو اللاطة. تمام? كمان هلا شجر هذا راح حوزه عن طريق الفورست. بس انا مسلا هون اه لو حبيت مسلا. مسلا ممكن يزغر لي اياها. خليها متل ما هي. طب ملا ما في مشكلة هلا بالنسبة للديسيبلي ممكن هذا اخففه شوي. لا. راح رجع هون. بوكس. اوكي خمسين خلي خمسين ما في مشكلة. تمام. اه البلان هدا كامل. راح اخده ايزوليت. اوكي. هلا برجع باخد فورست. باخد سيلكت. تمام. اه بختار هلا طبعا هنه هنه بدي اختار الشجر هدا المحيط بالمشروع. فرح اختار من هون من قائمة ثري دي. باخد اه اللايبرالي التاني هاي اللي هون. بيعطيني عندي انواع شجر كمان دقتل عالي. اه ممكن اختار هلا نحنا مختارين هناك المشروع هي هاي. تعطيني هي جو شوي غابي اكتر. فبختار ممكن اخد مباشرة النقرة على الملف هدا. على الوبجيكت هاد. تمام. اوكي. هلا اوزع لي هون بس. وزع لي هون بطريقة كتير يعني اه متما شايفين اخد ليها على كامل الارض. يعني اذا ارجعت بالايزوليت هيك. بلاقي ازا اخدت كاميرا بلاقي حالي داخل هدول الاشجار. تمام. فهلا بدي خفف شوي من توزيعون. وبدي خلي يعني في مسافي منيحة بيناتهم. يعني ما بدي خلي هيك مسافات كتير قريبة. فهدا الشي انا بروح على الموديفاي. اوكي. هلا بنزل لتحت. اه بسكر هلا ديس بلايس خليه مثل ما هو. اه بدخل على شي اسمه اه ديستروبشين. تمام. بختار نوع للخريطة اللي هيدي وزع لي عن طريقة. او قبل ما اختار ممكن انا كبر هاي الخريطة يعني انا هاي الخريطة اللي هو عم وزع لي عن طريقة بشكل العشوائي. اه من اليونيتس هون ممكن انا زيد هادا الرقم. تمام. فو انا عم زيده بحس انه شايفين صار في عندي مسافات اكتر بين الشجر. تمام. فهدا الشي انا بيخليني اتحكم اكتر بحجمه. حتى انا ممكن نغير نوع الخريطة. في عندي اكتر من النوع للخريطة. اه ممكن انا انا عمل. شايفين هون الخريطة كيف عم يوزع لي الشجر. تمام. فعلا حاليا انا راح اختار هاي اول وحدة متل ما هي. اه وبزيد انا حجم اليونيتس بحيس انا يصير في عندي فرق. اه يعني بتباعد بين الاشجار نفسه. تمام. اه طبعا هلأ راح ازيد انا بعد ما مسلا زدت هادا الرقم. انا افترض هيك بهالدرجة. تقريبا يعني اربعين الف. تمام. اه بعدين بروح بسكر هاي. بفتح عندي الايتمس اديتور. بضغط على هذا الزر هون انابل ايتمس سب اوبجيكتس. اوكي. وبعطي من هون يس. هلا صار فيني احدد واحدة واحدة وروح بحزفهم. مسلا انا بخفف منهم بحيس ان انا حدد هدول اللي على الطراف. الشيء القريب من المبنى نفسه. والشيء مسلا هدول اللي قدام الكاميرا. هدول بروح بحزفهم. تمام برجع على الكاميرا بتأكد مسلا باخد هاي بعملها تمام. مسلا خلي على هاي. مسلا شايفين هون الاشجار هذي اللي اجيت تحت المبنى بروح بحزفهم كلهم. تمام. ارجع على الكاميرا هلا. الان ما نجرب نعمل رندر نشوف كيف عم نطلع عند التوزيع. طبعا ابل ما اعمل رندر في عندي شيء كتير اساسي انا بالفرص كتير حلو. اني انا بقدر اعمل توزيع عشوائي لا ارتفاعات. يعني يكون في عندي ارتفاعات مختلفة متباينة بالاشجار نفسهم. فانا ممكن اروح اللي على اه ترانسفورم. بفاعل خيار اه سكيل. تمام. ما شايفين صافي عندي فرق بالارتفاعات. ما كولي اتصارت بارتفاعات واحدة. فهون في عندي المنموم والمكسموم انا بحديدو على كيفه. ممكن ساوي مسلا من سبعين لا مية. تمام. كمان عندي على الروتين يعني كمان بيعمل لي مثل دوران. بشكل انه ما يطلعوا كلهم من سخين مثل ما هني. فبيعمل لي كمان تباين بالدوران. تمام. فبس بفعله. ممكن اه كمان فعل كمان الترانسليشن. انا بعمل رندر نشوف كيف ها متطلع عندي. تمام يمكن مدي ارتفاعات اعلى شوي تمام ممكن انا روح ارجع على نفسه بروح بزيد هذا الرقم بساوي 100 120 تمام هلأ بنجلب نعمل رندر تمام تقريبا هيك انا توزيع الشجر المحيط صار عندي كمان جاهز طبعا اهتمام دائما مع هذا الموضوع التفاصيل الصغيري اهتمام موضوع البيئة المحيطة الشجر هادول الشغلات كتير مهم يعني عندي بتحسين اللقطة تمام لانه موضوع الظل كتير بيعطيني فرق باللقطة نفسه فانا رح تابع كمان في عندي موضوع توزيع توزيع هاي الصخور كمان لو حبيت نفس الطريقة بروح هلا بحدد البلان نفسه هادا اللي هون تمام باخد كمان باخد سلكت من هون انا عندي هاي باخد من هون اختار مسلا او يمكن في طريقة افضل من هاي اني 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 ورحت عال تمام هدول افضل هون في عندي لانه يعني توزيعه شوائي اكتر انا بحس فممكن اختار لان نفترض هذا الشكل اللي هون اول واحد تمام وباختار مباشرة هون اوكي وزع لي هون هلا انا ممكن كمان اختار تبعه يعني بروح بفتح الدس بلاي اعمل عبارة عن بوكس مثلا باخد هون بروكسي بوكس تمام طبعا هلا كمان توزيع طريقة التوزيع ممكن اغيرها انا يعني عن طريق مثل ما حكينا ممكن اغير شكل التوزيع انا على توب ممكن يبين ما هي اكتر شايفين اه منكبر طبعا اليونت السبعة لو حبينا اوكي بهالشكل تمام بروح الكاميرا طبعا الحجم تبع الصخور اللي توزعت صغير فانا لو حبيت كمان كبره بروح على ترانسفورم اه من السكيل طبعا هو ينفعلي كلها تنفعلي هاي فانا بس بكبر حجمه ممكن اعمل مثلا ميتين ميتين وخمسين مثلا مجرب نرندر تمام يعني يعني موضوع النوع الصخور يمكن مختلف شوي هلأ عن اللي نحن هون نستخدمين هون الصخور غير اوكي نجرب غيرهم طبعا هون الصخور مختارة بشكل عشوائي اوكي ما في مشكلة يعني هلا موضوع هو نحن الاستخدامات اللي موجودة هون انا ممكن استخدم ايا يعني ايا لايبراري موجودة عندي بالفورست فهلا انا بدي اتكد بس من موضوع ان انا هلا هيك الاضاءة صارت عندي جيدة تمام الاضاءة جيدة اوكي توزيع الفورست جاهز صار عندي توزيع البلوكات جاهز عندي يعني هيك انا بشكل عام يعني تقريبا لا تصارت عندي ممتازة تمام محتاجي طبعا يعني اه شغل شوية على الفوتوشوب بحيس طالة نتيجة نهائية جيدة تمام رح خفف شوي من الصخور الموجودة طبعا اذا حبيت انا اخفف مثلا من الصخور ممكن عن طريق بااخد من هون يونيتس ممكن نكبر هاد الرقام كما حكيت انا على الرقم بقى تكبرو بيكبر لي من الخريطة نفسها تمام خفف شوي حتى هاي الخريطة ممكن اناها نازيحة على اليمين او اليسار مسلا خمس مين اذا اخدنا هاي تمام يعني تمام هيك افضل لاعتبر اوكي هلا الكاميرا رح نعدل شوي على الكاميرا بحيس انا اقربها هيك شوي تمام نرفعها كمان بشكل بسيط ناخد موف ورفعها شوي لفور رح اقربها هيك شوي على على التوب باخدها وبقربها هيك شوي الى الدم تمام تقريبا هيك ممتازة رح نعمل رندر نشوف ايها طلع عندي اللقطة يعني موضوع وضعية الكاميرا وهي الامور كلها وضعية الكاميرا وضعية بالنسبة للكاميرا وهي الشغلات كلها كثير مهمة بجودة اللقطة تمام تقريبا هيك اللقطة صارت عندي جهزة طبعا المفارقة نحن اللي صارت معنا هي موضوع ارتفاع الطوابق بالنسبة لي هون ارتفاع الطوابق كان اقل من الارتفاع اللي عملنا هون نحن تمام بس طبعا هي هلا بالنسبة لي ها هاد الموضوع ما كتير مهم بالنسبة لنا هيك تقريبا اللقطة صارت جاهزة طبعا نحن نتركها لحتى ترندر حتى يخلص رندر حتى انا نشوف كيف رح نشتغل عليها على الفوتوشوب طبعا يعني لمسات بسيطة رح تكون عن طريق الفوتوشوب بحيس انا بس اعطي الجو الهادي هذا اللي شايفين نحن باللقطة شوي هون رح نعطي مثلا واهج بسيط بحيس انه يعطينك الاتجاه الجاي منه الشمس يكون فيه واهج بسيط فهي كلها رح نعملون عن طريق الفوتوشوب تمام فنحن رح نستنى لهون لحتى تخلص اللقطة الرندر طبعا انا يعني فيه شغلي كمان مهمة انه انا لازم يعني لما بدي اعمل رندر نهائي لازم يكون لازم زيد من هاي الارقام يعني انا ممكن بس اعمل ستوب هلا رح نعمل له رندر ستوب رح اختار هون ممكن مثلا نزيدها تقريبا يعني 1600 هلا حاليا يعني بتطلع عندي اللقطة يعني دقتها جيدة بنفس الوقت يعني اياسا مابول بيعتبر تمام رح عمله رندر ورح نستنى لحتى يخلص رندر بحيس نحن نشوف نتيجة نهائية وانتابع بموضوع الفوتوشوب تمام بعد ما خلصت اللقطة طبعا ملاحزان في عندي شوية مشاكل هون بسيطة بالموضوع العشب هون طالع شوية عندي على الجدار وهم في عندي فراغين هين شغلت ممكن احنا نضبطها بالفوتوشوب تمام اه طبعا رح الا احفاظ اللقطة طبعا احنا حكينا انه نضفت عندي elements فحتى احفاظ اللقطة هي والelements السبعة لازم انا اضغط ضل ضغط عندي هون مباشرة اه باختار الحيار الثاني سي اه مثلا رح نعمل هون رندر مجلدة جيد هلا رح احط هون مثلا صفر واحد اه باختار طبعا صيغة تارجح يعني بالنسبة اي انا برأيي افضل الشي هي حتى يعطيني انا دقة الكاملة نفس الوقت باغنيها كاملة في فوتوشوب انا بفتحها مباشرة انا بعدل عليها على الفوتوشوب اه هون طبعا رح خلية مثل ما هي ما رح ادله لانه اه هون ما طفيت هذا الخيار خليته شغال فخلاص اه ما رح اختار شي هنا رح خلية مثل ما هي اه تمام هلا بنعطي save اوكي تمام هلا بنروح نحن احنا بحل ما احفز طلاطة تمام طبعا شايف كما شايفين اخذ لي الصورة الاساسية اللي هي الـ effect result مع الـ render elements التاني هلا نحن طبعا بفتحها مباشرة عن طريق الفوتوشوب تمام اه اول شي رح عامل انه رح دخل الـ elements التاني اللي عندي اياها هدون بحددهم كلهم وبدخلهم على الملف بعطي enter اوكي اه طبعا بخفيهم كلهم اول شي ببدأ اول شي بفتح بحدة بحدة بحدي بشوف شو ممكن استفيد منها اه الـ specular متل ما حكينا هي عبارة عن انعكاسات المواد اللي هي عبارة عن اللمعة اللي بالمواد نفسها تمام انا مسلا هون بلاحظ في عندي لمعة كتير قوية بهاي الجهة فممكن انا فعلها يعني ممكن اعملها screen تمام اه وبحاول خفف اللمعة اللي موجودة هون يعني متل ما شايفين هاي اه بحاول مسلا اني اعطيها ممكن erase بمحيها بشكل بسيط اه طبعا عن طريقة erase tool بضغط اول شي بعطيه اوكي خلق ممكن انا امحي هذا الجزء خفف شوي من الانعكاسات الموجودة فيه نحظين على العشب يعني اعطاني تأثير كمان حلو ممكن خفف شوي مسلا ساوي سبعين اه بروح على lighting بشوف ممكن مسلا انا عاملها screen متما شايفين مسلا ممكن زيد الاضاءة اكتر طبعا ما بخلي هيكل لها الدرجة بخليه مسلا عشرين بس اه ممكن انا عمل لها duplicate للقطة ctrl j تمام ctrl j بيعمل لي duplicate للقطة انك انه نسخ لي اياها نسخة ثاني تمام ممكن استخدم هلأ مسلا soft light تمام يعني بيزود لي من موضوع الظلال اكتر اه ممكن اعلى مسلا اه 12 بالمية بس تمام reflection طبعا لو حبيت انا زيد الانعكاسات الموجودة عندي باللقطة بعطيها screen كمان مسلا باخدها 10 بالمية بس شي بسيط اه refraction انه هي الشفافية كمان لو حبيت مسلا بعملها 20 بالمية تمام اه هلا لو حبيت مسلا انا هون هاي الاشياء هاي اللي موجودة عنديها هون هاي تطالع عندي في مشكلة مسلا اه فممكن انا مسلا لو حبيت مسلا بروح على id باخد اه باخد ماجيك تول بروح بحدد هات الجزاء او بدون ما حديدوها مباشرة انا بروح على مباشرة بروح على ال background اللي هي الصورة الاساسية بروح بحدد هدول الاجزاء هاي المسلا هيك هات الجزاء اللي هون اه بنضغط نحنا shift f5 تمام shift f5 بيعطينا اه خيار الفيل بختار منه الخيار content aware تمام بيعطي اوكي ما شايفين بيعطينا لحال وتأثير بياخدلي من الاجزاء المحيطة وبيغبيليها تمام اوكي يعني هاي اسرع طريقة لحتى انا مسلا اخفي هيك شغلات تمام اوكي اشيفت f5 متما حكينا بنختار content are طبعا بحديد بس بالمكان اللي هو في هذا الاجزاء الزايدة. تمام? طريقة. والله عندي هذا الجزء الاخير. تمام. تقريبا هيك انا حلت هاي المشاكل الموجودة بالجدار. مثل مثلا هيك كمان هيك شي ممكن انا اضيف عليه مثلا هون نباتات او شي او ممكن مثلا لو حددت بالايد انا هاي هذا الجزء. طبعا بحاول يكون فاعل هذا الخيار حتى حدد الجزء واحد منهم بس. يعني مثلا اختار هاي بس. تمام? بروح انا من باكراوند بعمطيها كونترول جي. يعني مثل عملت لا دبليكات صار فينا هلا انا انسخ منها نسخة نسخة تانية. بخلي طبعا اللي لا يعرفو اول شي. بسحب الى هون ممكن هيكبرها شوي. يعني موجودة عندي بالرندر او كان ممكن انا اتلافها من المودلينج نفسه. كان ممكن هذا الجزء اه من الجدار كامله لتحت بحيس ما يطلع عندي هاي المشكلة. تمام? اه منتابع مثلا مثل هذا المكان اللي هون عندي اياه كمان انا ممكن اخذ اه ممكن انا يعني اسحب الجدار كله لو انا حبيت مثلا حدد هذا الجزء. هيك هذا الجزء كله كامل. مثلا. طبعا نازم اروح على الطبقة الرئيسية. بعطيه كونترول جي كمان. اه وابرفعه لفوق اللير لفوق. بنزل فيه لتحت. تمام? كونترول تي. نقرة يمين. بعطيه مثلا ديستورت. بسحب هاي النقطة. هاي الزاوية. طبعا ديستورت. بسحب الزاوية هاي. تمام ياخدها. اوكي. تمام. اوكي بسحب هاي الزاوية لتحت. اكتر. اوكي. بي هالشكل. مسلا. يظل عندي مسلا فيه فراغات بسيطة. اه ممكن عن طريق مسلا اني ااخد لير جديد. بروح بعطيه برش. اوكي بزغيرة شوي. تمام. فبروح انا مسلا بعطيه لون هيك اسود او رماد شوي. او ممكن حتى اسحب هادا اللون اللي هون. بحاول صغيرة اكتر من هيك مسلا اربعة. اوكي. مسلا هيك. تمام. طبعا الافضل انه انا يكون عندي هاي الشغلات محلولة على المودلينج. اوكي. مسلا بهالطريقة. نحن نحن على المسافة البعيدة خلاص ما بيبين. هادا المشاكل ما اكتب تبين. تمام. تقريبا هيك انا يعني اه شوفنا اول شي المشاكل اللي عندي اياها. شوفنا احنا الممكن نستخدم منه. اه ممكن هلأ اخر شي انا مسلا حط اه شوف 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 فيه ممكن انا غمي اللقطة شوي مسلا ما شايفين هيك. زيد الموضوع. مثل كأنه انا ما اعمل كنترست للقطة اكتر. اه بعدين لو حبيت انا مسلا بروح بحدد اول لير عندي اياها. برجع لها بنزل لتحت بك بس شيفت. بحدد اخر لير. بعطيه كنترول جي. بعدين كنترول اي. حتى يدمجني اياها كلهم بطبقة واحدة. كما شايفين. يعني صارت عنديها هاي طبقة موجودة عليها كل شي. هلأ بروح انا على الفلتر. بعطيه كاميرا روح فلتر. تمام. هلأ الكاميرا لو روح فلتر فيها تقريبا كل يعني كل شي انا ممكن اعدل الي. يعني ممكن من التمبراتشر لموضوع الاكسبوجر كونترست. الهايلايتس. الشادوز. هذول الشارعات كنتم بلاقيهم موجودين بمكان واحد. فهذا الشي بسهل لي اكتر موضوع التعديل. تمام. اه حتى مسلا بالنسخة الجديدة من من الفوتوشوب في عندي مثل بريسيتس جاهزة للالوان. وممكن تعطينا يعني نتائج حلوة مثلا مثل هيك بريسيتس مثلا. شايفين. اه الارتست مثلا هيك شغلات. طبعا ما بفضل تكون تقريب يعني تكون بشكل كامل معتمد على هيك شغلات. لو حبيت انا مسلا استخدم مثل هاي. باستخدمها بس مثلا باماونت بسيط مثلا مثل هيك. لو حبيت مثلا اعطيه اماونت تلاتين يعني شي بسيط تمام. يعني تأثير خفيف علي. شايفين انه عدل لي شوي على الوان بس ما بشكل كبير. اه ممكن بعدين انا روح اعمله بسيط. اه شوي خفف كتير يعني السطوع كتير عالي. فممكن انا خفف ممكن انا زيد الشدو شوي. تمام. اه ممكن اروح على هون مسلا في عندي مثل بيعطينا شوي شايفين هلا هون شو بيعمل لي بيعطينا شوية اه شارب شوي على اللقطة. فانا ممكن هون زيدها هاي شوي. هي خففها شوي. نعمل تباين شوي باللقطة. اه ستوريشين بخففه. بها الطريقة. تمام. اه ممكن روح على مسلا لو حبيت هون ممكن عدل على كل لون بحال يعني نفسه. يعني مسلا مثل هون ممكن حاول اخده شوي على شايفين هون بياخد ليها على الاصفر اكتر. ملاحظين. اه فانا بحاول مسلا نخففها هيك شوي. ممكن على الستوريشين خفف شوي الاخضر. تمام. بهالطريقة. تقريبا هيك يعني. اخر شي بيعطي اوكي. ملاحظين هيك هلا. خففنا شوي من حدة اللقطة ومن وهج اللقطة. وبنفس الوقت عدلت شوي على الوان بشكل بسيط. اه اخر شينا لو حبيت عمل الوهج هون كما شايفين هون باللقطة عندي هاد الوهج. اه بروح انا هاي الطبعة كمان بعمل لها كنترول جي. طب لطبعة. بروح بساوية ابيض او اسود اول شي. يعني مساوية بلاك اند وايت. من ال اميج اجسمنتس بلاك اند وايت. اوكي. هلا بعطيها اه كنترول او بروح على الاجسمنت نفسه. بروح بعطيها لفيل. اوكي. بروح بغمي اهيك بشكل كامل. بحاول بس من هاي الجهة يكون عندي اللون الابيض. تمام هيك تقريبا. بقول له اوكي. اه هلا رح روح انا اه امحي هاي الاجزاء اللي هون بحيس انا بس خلي هادا الجزء. تمام? فبروح انا بعطي اه اريز. تمام? رح كبيرها اكتر. اكتر. تمام? فانا روح بخفف هون شوي. تمام? بدي هادا جزء يكون لحاله هو يعطينا كل وهج. تمام? فحاولت انا هون عند المبنى نفسه خفيف. فهلا بروح على الفيلتر. بعطيه بلر. وبعطيه جوجن بلر. تمام? شايفين هلا هون الجوجن بلر هون بزيده شوي. مثلا 12. اوكي. هلا بعطيه من هون سكرين. نحظين هلا هون عم يعطينا يبلش يعطينا وهج. ممكن اعمل له كنترول جي مرة تاني. بحزف هون شوي. اوكي بيعطيها تقريبا. تعريبا يعني هيك. طبعا هون يعني شوي الوهج صار مركز كتير على هاي المنطقة. تمام? فانا ممكن مسلا لو حبيت اه الطبقة هاي اللي هون زيد عليها شوي البلر. تمام? كمان هاي الطبقة بروح بعطيه كمان بلر مرة تانية. شايفين بهالشكل. خلي واحدة بس. راح اهزف هاي. تمام? بهالشكل. هاي راح خففها مسلا عملها خمسين بالمية. تمام? هلا هاي مرة تانية. تمام. تقريبا هيك. يعني تقريبا هيك صارت اللقطة عندي جهزة. اه طبعا يعني هاي نتيجة النهائية. يعني بالنسبة لها مسلا تعتبر معبولة. اه متل ما حكينا. يعني فيه شغلات نحنا كان ممكن نتلافاها في موضوع المودلينج. فيه شغلات كان ممكن انا ازبطها اكتر. يعني موضوع مثلا هون الشارع. اه وكيف التقاء الشارع مع الارض الطبيعية. بس تقريبا ان انا اللقطة بشكل عام صارت عندي جهزة. اه هلا صار فينا اعملها كنترول اس. بعطيه مثلا جي بي جي. سيفة. اوكي. سيف. بعطيه ماكسيموم. اوكي. هيك صارت عندي اللقطة جهزة. اه هاي بالنسبة للبيئة العادة الطبيعية اللي هي بيئة النهارية الطبيعية. اه بيضل عندي هلا اخر الشي نحنا اه متل ما حكينا نحنا بالبداية انه انا رح نشوف عندي اه الدرس الاخير رح يكون عن طريق كيف بعمل انا الجو تبع هذا الرندر اللي هو الرندر الماكيت نحنا ممكن نقول له يعني. اه كيف انا بعمل هذا الجو. كيف بضيف الاضاءات هاي اللي هون. والماتيريال وكيف استخدمها ان شاء الله. رح يكون بالدرس قادم. اه وهذا هو درسنا نحنا اه جاهز هيك. ويعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله.